السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في نونا هانلي ميديا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجوانتي الكروشي دوت. ان شاء الله بازن الله تكون سهل وخفيف وبسيط. وفكرته كده مباشرة. والكل ينفزه. بتمنى لو بتشوفوا القناة لاول مرة نشترك ونفعل مفتاح الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بعد ما تاخدوا جولة كده في القناة وتشوفوا المحتوى سواء من الكروشي او الخرز او اعادة التدوير. بازن الله الافكار اللي موجودة تناسبكم. الخط اللي انا هشتغل به هو خط هيمالايا اشتغلنا بها قبل كده مع بعض. افري داي سوبر لوكس. هو الشلة مية جرام. وفتلة نعمة جدا وتوسطة السمج. والامطار متين وخمسين متر. طبعا نختاري بقى الالوان وبرضو الخامات اللي تعجبك مش شرط هيمالايا بس هو بصراحة بالتجربة منتج حلو جدا وخامة جميلة. هشتغل معايا بالابرة مقاس رقم. اربعة. وهنحتاج طبعا لابرة التنظيف والمقاس. وانا طبعا نقطة كده اختيارية قفلت الجزء اللي تحت بابرة رقم تلاتة لان كنت عايزها تكون ملمومة شوية. تلاتة ونص مش تلاتة. فهبتدي معاكم كده على طول. ونشوف هنبدأ ازاي. الغرزة اللي احنا عملناها دي. انا هحتاج فيها آآ مضاعفات عملتها بلكده في الكفية معاكم آآ من فترة. وفي الايس كاب تقريبا. آآ هبتديها النهاردة بعدد من السلاسل يقبل الاسم على اربعة. هنبتدي طبعا بعودة البداية في الاول. تمام. خلي كده الغرز آآ في ادينا مرتاحة. بلاش نبقى يعني ادينا مجدودة في الخيط. على شوية يطلع شغلنا مزبوط. هنبتدي بعدها دي بل الاسم على اربعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ونرجع نعيد تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تمام? هنعمل من غرزة السلسلة دي بالنسبة للمقاس اللي هو آآ مقاس حريمي. مقاس بنات كبير حاجة زي كده يعني. هنحتاج لتنين وتلاتين غرزة سلسلة. هنحتاج لتنين وتلاتين غرزة سلسلة من الغرز آآ اللي هو بحيس يعني العدد بل الاسم على اربعة. يعني اما تعدي اتنين وتلاتين غرزة سلسلة او تبتدي تعدي اربعة 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 لغاية ما توصلي للعدد اللي نسبك. دلوقتي انا عملت اتنين وتلاتين غرزة سلسلة بالشكل ده. اتنين وتلاتين غرزة سلسلة بحيث يناسبوا المكان المقاس من هنا الجزء ده اللي هو بيعتبر اعرض او اكبر منطقة في الايد يعني في كف الايد وبنقفلهم بغرزة منزلقة وبنقفلهم بغرزة منزلقة بنفرض السلسلة بتاعتنا بالشكل ده كويس وبنروح على اول سلسلة وبنقفل كالمعتاد الدايرة بتاعتنا بغرزة منزلقة نسحب كده ونقفل بغرزة منزلقة تمام بالشكل ده هرتفع اتنين سلسلة واحد اتنين وفي نفس المكان هبتدي اشتغل غرزة عمود بلف غرزة عمود بلف الاتنين سلسلة دول انا مش هحسبهم اي حاجة معايا دول مجرد ارتفاع وبعدين في السلسلة اللي بعدها هنعمل برضو عمود بلف وفي السلسلة اللي بعدها هنعمل برضو عمود بلف ناخد لف على الابرة وندخل في السلسلة اللي بعدها ونعمل غرزة عمود كل الغرز البداية دي موجودة على القناة في قيمة التشغيل وموجودة في فيديوهات طبعا على القناة ده شكل غرزة العمود هلف كده للاخر ونعمل غرزة العمود في جميع غرز السلسلة وصلت الاتنين وتلاتين غرزة سلسلة غرزة عمود فوق السلاسل بتاعتي بنفس العدد اللي هو من مضاعفات العدد اربعة طبعا دول السلسلتين انا هتخطاهم وهروح في العمود الاول من فوق وهقفل بغرزة منزلقة وبكده يكون السطر الاول معايا خلص من هنا هنبتدي نعمل الغرزة بتاعتنا هنرتفع اتنين سلسلة وهناخد لفة على الابرة وهنروح هنسيب اول غرزة عمود مش هنشتغل فيها اول غرزة عمود معايا دي مش هشتغل فيها هروح لتاني غرزة عمود وهعمل فوقيها غرزة عمود وهروح للتالتة واعمل عمود بولي الرابعة وهعمل برضو عمود يبقى انا سبت اول غرزة عمود وفي الثلاث اعمدة اللي بعد كده عملت غرزة عمود في كل عمود فوق كل عمود عملت غرزة عمود معادة اول واحدة عندي هاخد لفة على الابرة وارجع تاني للغرزة الاولى اللي انا سبتها واروح كده عندها وادخل فيها واسحب واعمل غرزة عمود ونريحها كده ما نخليها مشدودة ونعمل غرزة عمود تمام يبقى غرزة العمود الرابعة هارجع فين في الغرزة الاولانية تاني ناخد لفة على الابرة دي اخر غرزة احنا اشتغلنا فيها من ناحية دي هنسيب اللي بعدها يبقى اول واحدة هتقابلني دي هسيبها هروح اللي بعدها واعمل عمود واللي بعدها عمود يبقى طلاث اعمدة متتالية واللي بعدها عمود تلاث اعمدة متتالية هاخد لفة على الابرة. وطبعا اللي انا سبتها هنا دي. هرجع لها تاني. بالشكل ده. واعمل فيها العمود. هياخد لفة واطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. تمام? ده الشكل اللي احنا عايزين. هناخد لفة على الابرة. وهنتخطى اول غرزة عمود تقابلنا. ونروح للي بعدها. نعمل فيها واحد. واللي بعدها اتنين. يبقى كده اتنين عمود. واللي بعدها تلاتة. يبقى تلاتة اعمدة متتالية فوق التلاتة اعمدة. اللي احنا سبناها دي. اللي هنشتغل فيها دلوقتي. هنرجع لها تاني. وندخل فيها. ونسحب ونعمل غرزة عمود. كده. هناخد لفة على الابرة. ونسيب غرزة. ونروح في تلاتة اعمدة متتالية. واحد. واللي بعدها. اتنين. وكمان واحدة. يبقى تلاتة اعمدة. ورا بعض. تمام? في واحدة اهي. دي اللي احنا سبناها. دي اللي انا هشتغل فيها دلوقتي. هاخد لفة على الابرة. وارجع لها تاني. واسحب. واعمل غرزة عمود. تمام? يبقى كده الاربع اعمدة اكتملوا. واستمر لنهاية الدور. بسيب اول غرزة بتقابلني. واشتغل تلاتة اعمدة متتالية. والغرزة الرابعة ارجع اخدها من اول سلسلة او من اول عمود انا سبته. لغاية ما نوصل لنهاية الدور. وصلت المجموعة الاخيرة. هسيب اول غرزة عمود تقابلني. واروح للي بعدها. ونعمل الواحد. والعمود اللي بعده اتنين. تاني عمود. وده تالت عمود. بالشكل ده. وبعدين ناخد لفة على الابرة. ونرجع للعمود اللي كنا سايبينه. ونسحب. ونريح الخيط كويس. وبعدين نعمل غرزة عمود كمان. كده دي اخر مجموعة معي من الاربع. وهروح لاول عمود خالص واقفل فيه وغرزة منزلقة. بالشكل ده. ده الشكل اللي احنا عايزين. تمام? هنرتفع سلسلة واحدة بس. وفي نفس المكان كده فوق الاتنين وتلاتين غرزة اللي احنا عملناهم هنعمل حشو. دي واحدة. واللي بعدها حشو. واللي بعدها برضو حشو. واللي بعدها كمان حشو. كل غرزة هتقابلني. هدخل فيها واخد لفة واسحب واعمل غرزة حشو. غرزة حشو. بالشكل ده. كل الغرز همشي فيها اعمل حشو. وصلت الاخر غرزة حشو. وهقفل بمنزلقة في اول واحدة بدأت بها. هرتفع دلوقتي السطر اللي عليه الدور بغرزتين سلسلة. وناخد لفة على الابرة ونرجع نعمل غرزتنا اللي احنا شغالين عليها دي. هسيب اول غرزة بدأت بيها. واروح للتانية واعمل عمود. واحد. اتنين. واللي بعدها تلاتة. تلاتة اعمدة متتالية ولكن بسيب اول غرزة في السطر. ارجع انا بعد الوقت الاول غرزة تاني. واعمل فيها عمود جديد. بالشكل ده. تمام. هاخد لفة على الابرة. واتخطى اول غرزة حشو هتقابلني. واروح لللي بعدها. واعمل عمود. وكمان في اللي بعدها عمود. اتنين. وفي اللي بعدها كمان عمود. تمام? الغرزة اللي انا تخططها في الاول هي دي اللي انا هرجع لها. اهي. وهتكون رابع غرزة. نعمل عمود. هاخد لفة على الابرة واتخطى غرزة. واروح اعمل تلاتة اعمدة متتالية. واحد. اتنين. واللي بعده تلاتة. يبقى تلات اعمدة وارا بعض. فوق التلات اعمدة. تلات غرز حشو. هاخد لفة على الابرة وارجع للغرزة اللي انا تخططها في الاول. واعمل غرزة عمود عشان تعمل لي العمود المايل ده. اللي هو شكل الاكسي كده. هياخد لفة على الابرة واتخطى غرزة واروح لللي بعدها. كده واحد. اتنين. تلاتة. الغرزة اللي انا تخططها هي اللي عليها الدور. هاخد لفة وارجع اروح لها تاني. واعمل فيها غرزة عمود. تمام? بالشكل ده. وهستمر طبعا لنهاية الدور بالغرزة دي بنفس الشكل. وبعدين بنقفل في اول غرزة عمود بدأنا بيها من فوق من هنا كده. وسطر حشو وسطر نفس الغرزة لغاية ما نوصل للجزء ده بحيث نعمل الفتحة بتاقي نقفل هنا ونعمل الفتحة بتاقي السباعة دي. دلوقتي انا ارتفعت بالادوار لغاية ما وصلت. لعملت بالزبط واحد اتنين تلاتة اربع ادوار من الغرزة بتاعتنا ما بين كل دور والتاني سطر حشو. يبقى واحد من الغرزة وبعدين سطر حشو واحد من غرزة بتاعتنا اللي هي فيها حرف الغرزة الميلة دي وعدين حشو. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة وبالنسبة للحشو واحد اتنين تلاتة. اخر سطرة عندي. كان بغرزة العمود الميلة دي. وهنعمل دلوقتي انشكل الجزء بتاع فتحة الصبع. هنعملها ازاي? هي بطريقة بسيطة خالص. انا هتخطى. لازم طبعا الجزء دي يكون مساوي لبعضه. اللي انا هقفل عنده. فدلوقتي انا هروح عند اول غرزة عمود. وادخل كده واعمل منزلقة. واروح عند التانية برضو اعمل منزلقة. وتالت واحدة برضو هعمل فيها منزلقة. ورابع واحدة هرجع اروح عندها برضو اعمل منزلقة. انا عاوز اوصل للمجموعة التانية من غرزة الاكس او من الغرزة الميلة دي. وهروح عند اول واحدة في المجموعة في الاربعة اللي مع بعض دول برضو اعمل منزلقة. وارتفع بغرزة سلسلة. يبقى انا اول اربعة دول كل اللي عملته ان انا اشتغلت فيهم ونزلقه عشان اوصل للمجموعة التانية ارتفعت بسلسلة وهبتدي اعمل غرز حشو تمام كل غرزة بتقابلني هعمل فيها غرزة حشو لنهاية الدور بعمل حشو وزي ما سبت اول مجموعة هسيب برضو اخر مجموعة لازم يكون لنحق الطرفين متسوين انا سبت المجموعة دي المجموعة المقابلة لها هنا دي برضو مش هشتغل فيها مش هشتغل فيها بكله هيكون حشو لغاية هنا وصلت لنهاية الدور وباقي عندي الاربعة اخر اربعة من غرز العمود مش هشتغل فيهم زي ما سبت اول اربعة هسيب برضو اخر اربعة وبعدين هعمل اربعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهروح عند البداية اللي انا بدأت بيها هنا واقفل بمنزلقة من الناحية التانية بالشكل ده ويبقى كده هو ده الجزء اللي انا عملت الفراغ بتاع الصباح تمام وهنبتدي نعيد الشغل من تاني هنعمل واحد اتنين ارتفاع سلسلتين ناخد لفة على الابرة ونسيب اول واحدة ونروح على التانية ونعمل عمود وعلى التالتة برضو نعمل عمود وعلى الرابعة برضو نعمل عمود ثلاثة اعمدة متتالية ناخد لفة وطبعا الغرزة الاولة احنا كنا سايبينها هنرجع فيها تاني ندخل فيها ونعمل عمود بلفة هاخد لفة على الابرة اول غرزة بتقابلني من غرز الحشو بتخطاها وبروح لللي بعدها وبعمل عمود واللي بعدها عمود ثلاثة اعمدة متتالية ثالت عمود معاي العمود الرابع طبعا انا كنت سايبة واحد في الاول هرجع له تاني واعمل عمود تمام برضو لنهاية الدور بنفس الشكل كل اربع غرز بيعملولي مجموعة من دي وصلت الاخر السطر اللي هو اخر مجموعة عندي وخلصتها هيكون باقي عندي الاربع سلاسل اللي انا ارتفعت بيهم في النص علشان نقفل الجزء بتاع الاصبع من فوق من هنا عندي اربع سلاسل اللي هتعامل معاهم بنفس الطريقة هروح لأول سلسلة واسبها واروح للتانية واعمل فيها غرزة عمود واروح لتاني واحدة برضو ثالث واحدة في الترتيب هتكون برضو عمود رابع واحدة والاخيرة هتكون برضو عمود وهرجع لأول واحدة انا سبتها من الاربع سلاسل واخدها كده واعمل غرزة عمود ونروح على اول عمود في الناحية التانية ونقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده وبقى كده انا خلصت اول سطر من بعد الفتحة بتاعة الصبع من هنا وبنفس الطريقة هنرتفع لغاية الطول المناسب لنا بنفس الغراز اول سطر اللي عليه الدور هنعمل حشو نرتفع سلسلة ونعمل حشو فكل غرزة بقى هتقابلني هعمل فيها غرزة حشو وبعدين نقفل بمنزلقة مع بداية السطر الجديد ارتفعت بالادوار من بعد ما عملنا الصبع مع بعض من الجنب من هنا لغاية ما وصلت للطول اللي انا عايزة طبعا ارتفاعك بالادوار ده وتسطر بالغرزة الميلة وسطر بغرزة الحشو ده يرجع ليك العدد على حسب الطول المناسب ليك اجمالي عدد الأسطر بالنسبة للغرزة الميلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة أسطر من فوق لتحت كده كلهم سبعة ما بين كل سطر والتاني سطر بغرزة الحشو وطبعا النهاية كمان في المعتاد بتكون بغرزة الحشو بحيث تقفل شكل كمان الجوانتي من فوق حبة تسيبي الجوانتي بالشكل ده وتكتفي بيه كده تمام مش حبة ممكن تكملي بأي غرزة تأفلي بيها الأسورة من تحت تطوليها بعد قصريها برح تكنتي انا هنا عملت الفردة دي بغرزة العمود اللي هو العمود الأمامي والعمود الخلفي هنيجي كده على الطرف من هنا بس أنا عشان ألموا شوية من تحت أو أخليهم أقل شوية في المقاس هعملتوا بالغرزة بالإبرة مقاس تلاتة ونصف ميلي هناخد كده الخيط ونروح كده على الجزء اللي هنا هنشتغل فيه من تحت وهنسحب الخيط أي خيوط زيادة بنضافها بإبرة التنظيف الآخر نسحب كده الخيط وبعدين بنعمل اتنين غرزة سلسلة واحد اتنين غرزتين سلسلة والخيط الزيادة ده بناخده معانا بس أنا هربطه الأول في خيط البداية خالص علشان تأمين أكتر للشغل بتاعنا بالشكل ده وهناخده معانا في الغرز وإحنا ماشيين بعد ما بنرتفع اتنين سلسلة بناخد لفة على الإبرة ونروح لأول عمود ونعمل عمود أمامي برضو اشتغلناها قبل كده كتير مع بعض وبعدين نروح على الغرزة اللي بعدها وندخل كده من تحت الفوق ونعمل عمود خلفي بالشكل ده ناخد لفة على الإبرة ونعمل عمود أمامي يبقى غرزة أمامي وغرزة عمود خلفي ندخل كده من تحت الفوق كده ونعمل عمود خلفي ناخد لفة ونروح لللي بعدها وندخل كده وناخد العمود لفوق ونعمل عمود أمامي ونستمر لنهاية الدور عمود أمامي وعمود خلفي للنهاية حابة تعملي سطر اتنين برحتك انتي على حسب رغبتك خلصت الجوانتي وعملت سطرين من العمود الأمامي والعمود الخلفي بنيته على الغرزة الأصلية اللي كانت بغرزة العمود السطر الأول اللي بدأنا به وبكده يكون شكل الجوانتي انتهى معانا بشكركم جدا للمتابعة بإذن الله النموذج ده يعجبكم وتنفزوه ما تنسونيش من صالح دعاكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ولو مش مشتركين في القناة نشترك ونفعل مفتاح الجرس وبإذن الله المحتوى يعجبكم وتنفزوا أفكار كتير منه انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته